أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بشدة الهجومين الإرهابيين الذين استهدف أحدهما مسجدا شمال شرق أفغانستان في حين وقع التبجير الثاني بالقرب من معبد لطائفة السيخ في العاصمة الأفغانية كابل ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء وأكد المجلس رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الأديان والقوانين والأعراف الدولية التي تؤكد على حرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم استهداف دور العبادة وهو أيضا ما تؤكد عليه وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية بطبي